الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرض بالوحدنية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ذو الخلق الحميد أيها المستمعنا الكرام أول نحن نشكر الله سبحانه وتعالى نحن نقول الحمد لله لأن جاء في الحديث الحمد لله على كل حال الذين يشاهدون من الداخل ومن الخارج فلهم تهنية مخلصة أيها الحادرون الكرام أيها المستمعنا الكرام أنا أخطب أمامكم خطبة مختصرا حول الموضوع حكمة نزول الكرآن مفرقا وكيف نزل الكرآن الكريم شرف الله هذه الأمة محمد فأنزل عليها كتاب المعجن خاتمة الكتاب السمضية ليكون دستورا حياتها وعلى جاء لمشاكلها وبالنساما أشرف الكتاب وخصاها بالانتساب إلى أشرف المخلوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وينزل هذا الكرآن يقتملا عقد الرسالة السمضية فشعى النور على العالم وسط الدياء على الكون وواصلت هداية الله إلى القلق وكان هذا النسول بواسطة أمير السماء جبرايل عليه السلام يهبتوا به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغاه وحي الله وفي ذلك يقول الله جل ثنوة أيها المستمعنا الكرام قال الله تعالى في قرآن الكريم نزل به روح الأمين على قلبك لتكونا من المنذرين بلسان عربي مبين الآن نحن نقول كيف نزل الكران الكريم للكران الكريم تنزلان أول من اللوح محفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في مدة ثلاثة وعشرين أما التنزل الأول فقد كان في ليلة مباركة من الليل الدهر هي ليلة القدر أنزل فيه الكرآن كاملا إلى بيت العزة في السماء الدنيا ويدل عليه عدة نسوسي وهي كما قال الله تعالى في كران الكريم في هذه الآية في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أيها المستمعين الكرام وأيضا قال الله تعالى في كتابي في كران الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أضراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر أيها الحادرنا الكرام ما هو التشريب أي ما هو التفسير في هذه الآية الكريم قال علما جلال الدن سيطي رحمه الله في تفسير الآلين إنا أنزلناه في ليلة القدر أي قرآن جملة واحدة من اللوح محفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أي شروف العظيم وما أضراك ما ليلة القدر أي وما أضراك أعلمك يا محمد أي ما ليلة القدر تعظيم لشانها والتعذيب منه أيها المستمعون الكرام وأيضا قال الله تعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها المستمعون الكرام أيها الحادرنا الكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال فصلوا الكرآن من الذكر فدعوا في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله راه الحاكم كما جاء في الحاكم وبي حاكم قال ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال أنزل الكرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعده في إثري بعض الله أكبر سبحان الله سبحان الله كما جاء في طبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال أنزل الكرآن في ليلة القدر في شهر رمضان في شهر رمضان إلى السماء الدنيا كما جاء في الطبراني وعن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال أنزل الكرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما سبحان الله سبحان الله أيها المستعمين الكرام وأيضا قال الله تعالى في كرآن الكريم في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أيها المستمعين الكرام أيها الحادرين الكرام قال الله تعالى في كلامه المجد في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أيها المستمعين الكرام نحن ندعو على الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نعلم صالحا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين Thunder أتمنى لو لا نزل عليه القرآن س Dongان اشتركوا في القناة شكرا